عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية تناول الاجتماع موقف توفير السلعي الاستراتيجي بالأسواق وكذا توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي لتلك السلع وبخاصة القمح الزيت الألبان البدرة كما استعرض الاجتماع اجمالي ما يوجد في الجمارك من السلع الغذائية والأدوية والأعلاف حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالية الموجود حاليا منها بقيمة نحو 1.3 مليار دولار بالإضافة إلى مناقشة الأسعار المتوقعة لتوريد أردب القمح هذا العام حيث من المتوقعة زيادة أسعار التوريد دعما للفلاح في ضوء توجيهات القيادة السياسية في ظل ارتفاعي نسب التضخم ووجه رئيس مجلس الوزراء بحصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك وذلك بهدف العمل خلال الفترة القادمة على سرعة الإفراج عنها من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الأولوية القصوى للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف